اهلا بكم في عائلة الجلدية والتجميل معاكم الدكتورة اي فيديو النهاردة صغير جدا بس مفيد الروتين الصباحي اللي عناية بالبشرة الدهنية في خمس خطوات بس اول حاجة بعد ما تصحي من النوم يريد تشرب مية كافية عشان المية مش مهمة بس للبشرة لا ده مهمة لكل اعضاء الجسم وعلى مدار اليوم حاولي تشرب من 8 ل 12 كبية مية تاني حاجة هتخسري وشك بالغسول الخاص بالبشرة الدهنية كنت نزلت فيديو قبل كده عن غسول كويس للبشرة الدهنية يريد تشوفوه هبقى سابلكو الرابط بتاعه في صندوق الوصف تالت خطوة هتستعمالي مرتب للبشرة الدهنية هتحطي منه كمية قليلة على وشك وبعد كده هوت لما تحس ان هو امتص لو فيه اي حاجة زيادة ممكن ان تتشيريها بالمندين وكنا قلنا قبل كده هوت انواع للبشرة الدهنية زي ايفاكلار ده مستورد وفيه اندودرما دهوة المصري وارخص شوي رابع حاجة قبل ما تخرجي لازم تحطي الصن بلوك بتاعك او اللي هو واقي شمس بمعامل حماية 30 ل50 يعني انت لو بشرتك صمره ممكن تستخدمي 30 ولو بشرتك فتحة ممكن تستخدمي 50 بس ما بنفضلش اكتر من كده لان لو اكتر من كده بتبقى نسبة الكيمويات فيها عالية ممكن هي نفسها تضر البشرة ولو اقل من كده ممكن بتبقى معامل حماية بتاعها اقل وبالنسبة لاطفال بنستخدم المعامل حماية 30 ولو فيه مرتب ممكن انت تستخدمي عن الخطوة اللي هي رقم 3 بس خلي بالك ان الصن بلوك دوت بيستمر بس ساعتين وبتحاول ان انت تحطي تاني بعد الساعتين دون مدام انت لسه في فترة الشمس حتى لو انت منتقبة برضو لازم تحطي سام بلوك لان كمان النقاب لو هو كمان اسود بيمتص اشعة الشمس اكتر وده برضو بيازي بشرتك لو برضو هتتعرضي الحرارة عالية يعني وقفها في المطبخ قدام بتجاز قدام فر برضو تحطي سام بلوك وما تنسيش برضو ترتب ايديكي وتحطي عليها سام بلوك عشان يبقى لون البشرة كل واحد خامس حاجة لسكراب بتاعك لو هو قوي او انت جايبه حاجة كيمويات ممكن انت تستخدميه مرة واحدة بس في الاسبوع لو انت تستخدمي سكراب طبيعي انت عمناه في البيت او انت بتعملي به يبقى تستخدميه مرتين في الاسبوع ولو لسه جديدة في القناة يالت تشتركي وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وما تنسيش تحطيلي لايك وشير للفيديو ولو لك اي سؤال بخصوص الجلدية وتجميل يالت تسيبولي في التعليقات وارد علي ان شاء الله شكرا